الاكسبرس الدستور جديد الدولة التونسية يتصادق عليه بأكثر من الزملان ونصف تونسي صوته بنعم على هذا الدستور رئيس جمهورية يحكي على استكمال المؤسسات انتخابات تشريعية في 2020 حركة النهضة يقول ما نستعرفش بدستور هدايا تحكي على ما زال تحكي على انقلاب برشا يعتبروه عدم أخذ للواقع بعين الاعتبار كيف تجاوب على هذا؟ وعبر مشاركة سياسية واسعة لكل الأحزاب السياسية ولكل العائلات السياسية وبين دستور تمت السياقات متاعه في غياب الشفافية في هيئة للانتخابات عينها الرئيس وعينها قيس سعيد وعين أفرادها بما لا يوفر حد أدنى من قبول لهذه النتائج شكك كل المتابعين في المصار كامل باعتباره المصار ما فيش نزاها ما فيش شفافية العين معناها هيئة منصبة حوار معناها يعرف القاسي والداني أنه لم تشارك فيه العائلات السياسية الكبرى في البلاد والعائلات الموثلة في البلاد وحتى الهيئة اللي عينها للحوار بش تكتب الدستور قيس سعيد رماء بدستور الصادق بالعيد عرض الحائط وحتى الوثيقة الأولى اللي تعرضت في الرائد الرسمي تسربت إليها أخطاء ثم عاود الرئيس كتب الدستور كما حبوا في الآخر تبين أن الرئيس الذي تحدث وقايس سعيد الذي تحدث عن الدستور الذي يكتبه الناس على الجدوران أن هذا الدستور ووثيقة الزمام الأحمر هذه أكتبها قيس بمفرده وفرضت هذه الوثيقة في غياب مصار للشفافية وللنزاهة شككت فيه الناس اللي يتابعوا العملية سواء عملية الاستفتاء الإلكتروني يشارك فيها خمسمائة الف ولا عملية المصار التصويت اللي قاطعوه أكثر من خمسة وسبعين في المئة من الناخبين التواصل أنا سعيد الحقيقة سألتك على مسألة الأخذ الواقع بعين الاعتبار على خطر اليوم فم مجموعة من الآراء حتى المراقبين اللي صاير في تونس يعتبر اليوم أنه قلت أوكي هذا أمر واقع اليوم فم دستور الجمهورية التونسية دستور جويليا 22 صادقوا ولا صوتوا بنعم زو زملين أكثر من زملين ونص تونسي زملين ونص تونسي هذو ما يعطيوش مشروعية لرئيس الجمهورية علاش هو سبعة ملايين ونص من تونسة ما يعطيوش وما يضربوش مزدقية هذه الوثيقة الخمسة ملايين التونسة اللي قاطعوا بحسب الصبر الأراء اللي قاطعوا لأسباب مختلفة الموضي لسناديق الاقتراع وما أقنعتهمش المصار هذا اللي فرضوا قيس سعيد في كتابة الدستور والنسبة اللي تقاربهم في الاستجابة لدعوات المقاطعة لأنه سيجما كونسي بحسب اللازركوني تقول أنه نفس النسبة اللي استجابت لنداء المقاطعة هي نفس النسبة اللي مشات وصوتت على هذه الوثيقة هذوم الكل لا يعدون معناها في واقع العملية هذه المصادقة على هذه الوثيقة اليوم فم أزمة اسمها أزمة شرعية وأزمة مشروعية دخلة فيها قيس هذي اللي ينزم ينتبهونه التونسة أنه الوحده اليوم سعي مات؟ أي 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 أنتم كأطرف سياسي ومجموعة من أطرف سياسي الأخرين يكون اليوم الناس كل في نفس المركب وأن هذا السؤال ربما اليوم التشبث بالسردية لا دستور دستور 2014 هو فم أزمة مشروعية وأزمة شرعية هذا اللي يفتح الباب أمام الفوض أنه أتوان سيعتبروا دستور 2022 هو دستورهم وتوان ساخرين يعتبروا دستور 2014 المتسبب في ضرب الوحدة الوطنية وفي تقسيم التونسيين وفي الأزمة هذه اللي نسميها نحن أزمة شرعية وأزمة مشروعية هو الطرف الذي بيده كل مقاليد السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى التأسيسية نفسها الذي رفض الحوار ورفض الإنصاط لنداءات الحوار ورفض أن يجمع التونسيين على طولة الحوار من أجل خروج من هذا المأزق اليوم مأزق البلاد في غاية من التعقيد والمتسبب فيه الآن الناس اللي ماسكة بمقاليد الحكم منظومة 25 جوليا الإنقلابية هي التي تتسبب اليوم في مزيد إغراق البلاد في أزمات متعددة لا فقط أزمات اجتماعية وقتصادية ومالية لهي قاعدة معناها تزداد حدة بل اليوم معنا أزمة على المستوى المشروعية وأزمة على مستوى الواقع القانوني والدستوري في البلاد هذا المتسبب فيه هو قيس سعيد نفسه شنو دور اليوم المعارضة التونسية وأنا أخص بذكر حركة النهضة مثلا شنو دورها اليوم في الأزمة هذي دورها في الحل ولا مسؤوليتها دورها في مسؤوليتها لا نحن رو قبل 25 جوليا كنا نقر أنه البلاد تعيش أزمة قبل 25 جوليا ودعونا للحوار أكثر من المرة حتى قبل 25 جوليا دعونا الرئيس نفسه في رسائل معناها وجهها حتى رئيس البرلمان ورئيس النهضة بيدو لقيس سعيد يدعوه فيها إلى الحوار والاحتكام إلى منطق الحوار ولكن الرئيس رفض كل هذه الدعوات وجهته واتما في المقابلة جدتها بالتصعيد لا 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 لم نوجه الرئيس بالتصعيد بل طالبناه في أكثر من مرة بالحوار والنهضة حتى وان كانت هناك مسؤولية نقر بها ومؤسسات الحزب الآن تنكب على قراءة موضوعية في المصار كامل اللي قطعتوا النهضة من 11 إلى 21 ومساعدين لتقديم التصورات للشعب التونسي فيما يمكن أن يكون النهضة من مسؤولية في مصار في البلاد لكن اليوم الواقع الحالي الجهة التي تتحمل فيها المسؤولية هي الجهة التي ماسكة بكل مقاليد السلطة الجهة هذه اللي تقولكم سي عماد اللي نحن نسمعه في الخطاب من تعليقات الجمهورية تقولك خليني نمشي في خارطة طريق متاعي نستكمل مؤسسة الدولة نعمل انتخابات تشريعية أحزاب سياسية تتنافسوا الانتخابات التشريعية من بعد نمشي ونحلوا مشاكل البلاد وتكون فما انتخابات على إثرها هي بش تفرز طبقة سياسية جديدة هذا انتوما برشا يقرأوا انه لا فما تعنت من طرف حركة النهضة لأنه ما تقراش الواقع يعني هذا الظاهر المزيان في الكلام هذا الظاهر الهكا كما نقوله الوردي في الكلام لأنه المصارم تاخرط طريق وتليه تجي في بلاد كما تونس اللي بلاد فيها تاريخ وبلاد فيها مؤسسات وبلاد فيها أحزاب وبلاد فيها نخب وبلاد فيها مفكرين ومثقفين ترمي بعرض الحالة بكل هؤلاء النخب بكل هؤلاء الأحزاب بكل المنظمات الاجتماعية الموجودة في البلاد ما تشركها في عتا عملية حوار وما تكونش المسألة هذه مشتركة مصار الخارطة هذه طريق للخروج من الأزمة يلزم يكون مشترك باش ينجم يحقق تعاقد تجتمع عليه العائلة الوطنية في كل بلاد ويضرب عملية التقسيم اللي انت تحدثت عليها سيادتك قبيلة هذا مش موجود الآن اللي قاعدين شاهدوا فيه هو أن جهة واحدة في البلاد فرد مش حتى مؤسسة مش حتى معناها إطار جامع وإنما فرد يريد أن يقود البلاد إلى تصورات ما تعقدش معها ما تعقدش من أجلها مع التوانسة لأنه الرئيس اللي أقسم في 2019 أقسم على الدستور وخليني يقول لك خان هذا القسم بالانكلاب على الدستور 14 وأكثر من ذلك معناها ما بردش الأوضاع متاع عشية 25 جوليا باش تخليه يمشي في مصار منفرد وهنا نشوفه اليوم في الواقع البلاد اخي الواقع البلاد قاعد يخرج من الأزمة باش نجيه الأزمة بتفاصيل عن ذكر سليعميد الخميري الناتقرسمي باسم حركة النهضة وعوض الهيئة السياسية لجبهة الخلاص اليوم فما برشا يلوموا عليكم كمعارضة وما أنا نحكي على حركة النهضة وبما ندوسيات الناتقرسمي باسم الحركة يقول لك اليوم عليش في ظل الأزمة هذية وأنتم تعرفوا الخطر اللي جاي على الدولة هذية الدولة على المحك مستقبل الدولة على المحك عليش بيكونش فما خطاب تهت أمن طرف المعارضة عليش فما تأجيج الأوضاع نزول للشارع نعت للرئيس بالانقلاب بالانقلابي حديث عن مشروعية وشرعية وكأنه فما إمعان في تقسيم التوانس يقول لك اليوم تنجم المعارضة التونسية حركة النهضة من المعارضة تنجم تعمل خطوة إلى الوراء وتحاول يكون فما خطاب لتهدأ إلى حين مرة أخرى استكمال هالفترة هذية واخرية الطريق ونخرج من الفترة الاستثناء عليش ما فماش الاتجاه هذائي اليوم من طرف حركة النهضة لا إذا كان تصور أنه رفض الانقلاب وتعبير الشارع التونسي على رفض كل الممارسات التي أتى بها الانقلاب بعد 25 جوليا والتعبير على حيوية هذا الشارع التونسي اللي عبر مصاره من 2011 اللي يتحدث اليوم على نوع من غياب التهديئة ينكر أنه المصار هذا هو مصار من 2011 إلى 2022 مصار اعتزاز التوانسة بكل المكتسبات اللي جات بها فورا متاحهم في باب الحقوق والحريات وفي باب المكاسب متاح حرية التنظم وفي باب الوجود مؤسسات دستورية كيفاش تحبنا نحن في الشارع التونسي اليوم بعد كل هذا المصار بعد الدم اللي يسال في تونس في 2011 وتحقت من أجل المكاسب هذيك الكل نجيه اليوم نقبله أنه رئيس يحل برلمان ونسكتوله رئيس يحل كل المؤسسات الدستورية هيئة مكافحة الفساد يحل هيئة العليا المستقلة للانتخابات ويعين أفرادها بنفسه يحل مجلس الأعلى للقضاء ويعين مجلس منصب يعني كل هالمصار هذي فضلا عن الانتهاكات اللي مست نواب ومست إعلاميين ومست حقوقيين ومست رجال أعمال خارج إطار القانون وخرج إطار الدستور يعني كل هالممارسات هذي الكل ونقوله والله نغضو الطرف وما نعبروش على غضبنا وما نعبروش على احتجاجنا هو تونس اليوم باش عبرو الاحتياج المتاحهم سمحني عبرو الاحتياج المتاحهم بالتصعيد ليس بالحتياج السلمي الذي كفله الدستور الخروج رأو التظاهر رأو مش تصعيد رأو التظاهر في الشارع والحديث والحديث بصوت عال مرتفع ضد الانقلاب وضد ممارسات الانقلاب هذا لا يعد تقسيم للتوانسة ولا يعد تصعيد ولا يعد توتير وإنما الغاية منه بالأساس لفت النظر أن كل ممارسات الانقلاب هي ممارسات باطلة لا تخضع للدستور ولا تخضع للشرعية فضلا عن ذلك أنا خليني أقول لك حاجة أخرى المشكلة اليوم مش مشكلة المعارضة مثلا جبت جاي المعارضة تقولها نكمم أفوها المعارضة اليوم مش النهضة اليوم معارضة واسعة في الشارع التونسي صحيح المعارضة ديه يعقوا معناها موجود بناتها انقسام لكن المعارضة اليوم معناها من النهضة إلى الخماسي الحزب العمال والجمهوري والتكتل إلى جبهة الخلاص الوطني إلى مواطنون ضد الانقلاب إلى غيرها من مكونات الشارع المجتمع المدني هذه كلها اليوم ترفض الممارسات مثل القلاب وتتكلم بصوت عال وهذا الصوت عالي ما هوش صوت النهضة فقط هو صوت الشارع وصوت المجتمع هذا سعماد لو كونستالي عملناه نحن ملول لكننا سؤالي والأسف ما جاوبتنيش عليه اليوم هل انتم تتحملوا مسئولية الخطاب هذا اللي اليوم عنا انقسام جزء متوان سيعتبره دستور 22 هو دستور وجزء اخرين متوان سيعتبره دستور 2014 هل تتحمل على الاقل التابعات الحركة النظر التابعات هذا الانقسام على خطر انقسام هذا برشي يعتبره انقسام خطير ومؤشر خطير من يتحمل أنا جديدا عاودنا السلكسوال من يتحمل مسئولية هذا الانقسام المعارضة لا تتحمل لا تتحملهم طبعا الذين طالبوا بالحوار الذين أقروا بوجود مشكل قالوا رأوا البلاد فيها مشكل اقتصادي واجتماعي ومالي وحتى مشكل ياسيدي دستوري حتى مشكل في الدستور 14 يلزم التغييرات معناها تجرع على الدستور 14 لكن الآلية والخارطة متع طريق كيف تضبط والمصار كيف يضبط من أجل تعزيز الوحدة الوطنية هذا مشاش فيه قيسعيد قيسعيد رفض كل هو قيسعيد حتى الذين معناها خذاءوا الركب متاعوا تنكر عليهم في الفثمية يعني اليوم اني تنكر على الاتحاد اللي عم تنصير الشغل مثلا عدم انخراطه في الحوارة متع متع كتابة الدستور ها هو أكبر منظمة اجتماعية ما شاركتش في كتابة الدستور ولكن موقف الاتحاد عم تنصير كان موقف محدد كان موقف يتحدث ضمن السياقات 25 جويلة كانت شما قطيعة كانت شما نعط بالانقلاف ايه لا لا ما شارينا في ذايا ولكن المصار بيدو المصار بيدو ما كانش تشاركي ما كانش إدماجي رأوا اللي يحب يحافظ على الوحدة الوطنية يجب يبحث على كل المكونات اللي تعزز فكرة الوحدة الوطنية وأولها فتح باب الحوار وفتح باب الإدماج والحديث انت ريت اليوم قاية سعيد يستقبل في المعارضين السياسيين قاية سعيد يصف في المعارضين السياسيين بتاعوا بأبشع النعوت وأبشع الأوصاف ويتحدث بهم معناها في الخطابات بتاعهم في وسائل بطريقة متعزز فكرة الوحدة الوطنية ولذلك سيدي الكريم أنا أقول لك اللي قاعد يضرب في الوحدة الوطنية واللي قاعد يعزز في الانقسام هو الذي يتنكر للحوار وهو الذي لا يريد أن يحتكم للمرجعيات الدستورية والقانونية التي احتكم لها الشعب التوصل سيماد وتحكي على قلت لي هيكل الحزب مجتمعين ويدرسوا في الوضعية هذه وفي خارطة طريق ككل أنا من كلامك اللي كنت تحكي في أنت نفهم أنه اليوم في إطار المعارضة لرئيس الجمهورية بدو أنه كل شيء ممكن بمعنى بمعنى شفنا وزير الشؤون الدينية وقضية وزير الشؤون الدينية سنو الدين الخادم اللي تم منعه من السفر يعطى صمت المتار وبعد يتحول للتحقيق من طرف بعض ما تم إعلامه من طرف واحد مكافحة الإلهاب شفنا زيارة توفد من طرف حركة النهضة في المتار برشا عتبروها هذي ريكوبراشيون بوليتيك لا ينزم يفهم متوانس أشوف أي اعتداء اليوم على الحقوق والحريات هذا ما ينزمش يقع الصمت عليه لأنه يمثل كما قلت لك تهديد لمكاسب من طرف الثورة تهديد لمكاسب حرية التعبير يعني المجتزين نقاط سياسية وحرية التعبير لا لا هذا واجب باشتلقانا باشتلقانا في النهضة وفي جبهة الخلاص الوطني موجودين في كل المواقع اللي تقع فيها هذه الحد الأدنى رو اللي تقع فيها انتهكات للحقوق والحريات باشتلقانا موجودين ومدافعين عن الحقوق مدافعين على حق نوردين الخادمي بقطع النظر على معناها وجهة النظر المتاع وبقطع النظر الديولوجي اللي يحملها معناها نوردين الخادمي وغير نوردين الخادمي النواب والشخصيات اللي يقع منعهم من حق أصيل في الحقوق والحرية اللي هو حق التنقل باشتلقانا وقفين معها باشتلقانا وقفين مع الصحفي ومع الإعلامي اللي يقع انتهك معناها حقه في العمل وحقه في إبداء المعلومة وحقه معناها في الإعلان عن الموق باشتلقانا معهم سين دينو يعني هذه مسألة مبدائية هي في الحد الأدنى وليست لتشجيل النقاط السياسية لأننا نعتبره هذا مشترك بين كل العائلة الوطنية اليوم اللي اتدافع على كل الحقوق والحريات المنتهكة بعد 25 جويل واللي كما قلت لك مش مست فقط معناها إعلاميين ولا رجال أعمال ولا سياسيين ولا النواب وإنما مست حتى العديد من مواطنين وخلينا نقول واللي الماذفة دهمت على ازديسات اليوم ينبغي أن يفتح بكل معناها لا قانونية ولا دستورية يقع منع التوانسة من حق التنقل ويقع انتهاك حق أصيل لتوانسة ليحري التنقل من الإشكاليات الأخرى الملفات الزادة الحارقة في الفترة الأخيرة هي مسألة القضاء والملف القضائي أنا ما نشوف معك في التفاصيل خطر خذنا العديد من المرات في التفاصيل فيما يتعلق بقرار الرئيس الأول محكمة الإدارية ربما نجيوا في الجانب الجواب لمتاعهم بعد ولكن أزمة القضاء التونسي في العشرة سنوات الفارتة إلى أي مدى تتحمل فيها حركة النهضة المسؤولية أزمة القضاء التونسي القضاء التونسي تيلة هذا المصار هو مصار نظال من أجل الاستقلالية و القضاء التوانسة بفضل إيرادتهم وبقطع نظر على المكونات السياسية وموقفها من استقلالية القضاء القضاء التوانسة الشرفة خذوا معركة قبل حديش يعني قبل حديش ونذكر بالعديد من المواقف الشجاعة والنبيلة منها الموقف القاضي الشجاعة رحمه الله سيمختار ليحيوي خذوا معرك بعد أحدش في حكم نعم وخذوا معرك بعد أحدش ولكن اللي تعزز بعد أحدش هي القوانين اللي نظمت توجه القضاء إلى الاستقلالية وتوجه قطاع القضاء إلى الاستقلالية وأبرزها قانون مجسع للقضاء وقانون مجسع للقضاء حركة النهضة حاولت في حتى مر من المرات أنه حاولت تحط يدها على القضاء النهضة النهضة في الجانب التشريعي وفي الجانب القانوني صفحتها بيضة في هذا الموضوع لأنه تشوف القانون متاع المشتع القضاء وتشوف المرسوم اللي يحب يستولى به قيس عيد على القضاء ويسيطر به على القضاء وتشوف المظلمة اللي يتعرضو لها القضاءات مظلمة العزل هذه اللي ما عندها حتى مبررات معناها قانونية ولا إدارية بش نجيوها سيما بش نجيو بش نجيو بش نجيو أنا سألتك سؤال مباشي قلت لك هل حركة النهضة اليوم حاولت أنها تحط يدها على القضاء على امتداد السنوات الفارتة حاولت أنها تضرب استقلية القضاء نعم أم لا بالمعنى بالمعنى اللي رينيها عند قيس سعيد بمرسوم هكا فيه أوتوريتي معناها إرادة حقيقية للسيطرة لا وإنما كأي سلطة ربما تنجم في وقت من الأوقات تلقى روحها السلطة ميالة إلى النفوذ وميالة ربما إلى بسط النفوذ ديما تلقى المنزى هذا موجود لا فقط في الحكومات اللي قدتها النهضة وإنما في كل الحكومات بعد الثورة لذلك كيفاش نعالجه هذا الموضوع نعالجه بالقوانين ولذلك أنا نقول لك النهضة في الأخير انتصرت لفكرة استقلية القضاء عبر القانون اللي صادقت فيه كتلتها النيابية في مجلس نواب الشعب اللي هو قانون نعتبره مفخرة للقضاء اللي هو مجلس على القضاء واللي كان فيه إنصات لكل مطالب القضاء أنذيك الجمعية والنقابة اللي جاءوا لمجلس نواب الشعب وناقشوا معنا القانون منتع مجلس على القضاء وكل المطالب منتع القضاء اللي ضمنت ورسخت فكرة الاستقلالية استجابت لها النهضة في داخل البرنامج كان هذا بعد قرار سنودين البحيري عز المجموعة من القضاء هذا هو الفكرة الاستقلالية هذه فكرة يمكن الرجوع بها شوية التالي معناها في 2012 لفكرة أن العديد من بعض القضاء اللي ما كانوش ضمن خيار الاستقلالية واللي كانت عندهم استجابة كبيرة لسلطات الاستبداد والسلطات الدكتورية ومارسوا أعمال فيها معناها نجم تقول استجابة معناها مصيف معناها لكل التعليمات ولكل الإجراءات اللي مرستها سلطة 7 نوفمبر كان فهم نوع من المحاولة للتعاطي مع هذا الموضوع بتلك الطريقة ولكن حتى تلك الطريقة اللي هيس يا عمال لخمين ايه تدخل في أصل القضاء فكرة العزل ولكن يمكن هذا الموضوع ينجم يكون من الموضوعات التي تدرجها النهضة في تقييمها للعشر سنوات الفاتح وبكل شجاع وبكل مسؤولية احنا نجم ونقوله فين أخطأنا وفين معناها ما كناش معناها في البلاسة الصحيحة وفي الجوانب اللي نقوله وراءه النهضة حقت فيها منجز وحقت فيها مكتسبات ومعناش خوف نحنا باش نقدمه نقدنا ذاتي معناش خوف باش نقدمه نقدنا ذاتي إذا كان فما أخطاء حقيقةً سلامياد الخميلي نعم تنذكر ناتقراسني اسم حركة النهضة وعضو الهيئة السياسية بجبهة الخلاص اليوم تقول نحن نصار حتوانس اليوم على امتداد فترات حكم حركة النهضة في السنوات الفارتة كان فما منزع نحو المس من استقلالية القضاء المس من السلطة القضائية كان فما أخطأنا وقت اللي كان فما قرار من وزير العادل اللي يتبع لحركة النهضة سنوري للبحيري بقرار عزل هذا يمكن ولكن السياقات مختلفة السياقات مختلفة كيف ذلك؟ السياقات مختلفة تماما لأنه في تلك الفطرة ما كان شمى قانون اسمه قانون المجلس على القضاء وقانون ينظم الفكرة متاع الاستقلالية متاع القضاء وقانون ينزع من وزير العدل إمكانية التدخل في السلطة القضائية وما يعطيهش صلاحيات القانون الحالي لا يعطي صلاحيات لوزير العدل ولا حتى لرئيس الجمهورية ولأي جهة في السلطة المفيذية أنها تتدخل بالعزل على العكس ما كان موجود في 2011 وال2012 يعني الإطار القانوني ما هو شو الإطار القانوني ما هو شو الإطار القانوني نفسه الإطار القانوني الموجود هذا على كل اليوم اليوم أنت تحكي يقول لي مش نفس السياقات ألا يمكن أن يحتج رئيس الجمهورية يقول أنه تعفن وضعية القضاء التونسي اليوم أجبرتني على التدخل في السلطة القضائية لإصلاح السلطة القضائية وهذا اللي يقوله رئيس الجمهورية وانا عندي الشرعية على المستوى القانوني نظرا للإجراءات الاستثنائية إذا كان يحتاج رئيس الجمهورية بالسياقات الرئيس خارج سياقات الإجراءات الاستثنائية وقيس سعيد خارج سياقات الإجراءات الاستثنائية التي لا تسمح له وقيس سعيد خرج على الفصل الثمانين بالطول وبالعرض وأبسط دارس في القانون الدستوري يدرك أن ما اعتمده قيس سعيد في الفصل الثمانين هو فريعة استخدمها لكل الإجراءات اللا دستورية واللا قانونية وفي مقدمتها اعتماده لمرسوم لا دستوري اللي هو المرسوم اللي حاول من خلاله يبسط اليد على السلطة القضائية ويصبح هو الجهة المسيطرة بالتمام وبالكمال على السلطة القضائية يعطيني اليوم بالمرسوم اللي صنعه قيسعيد من من السلطة القضائية قادر على أنه ينجم يقول لا لأي تعليمات جي من السلطة التنفيذية سواء كانت من رئاسة الجمهورية أو من وزارة العتل بالمرسوم نفسه الذي يمتلك فيه قيسعيد صلاحية العزل وصلاحية التأديب ولا معاقب حتى لحكمه معنا أهلين المرسوم هذا ما فيهش حتى تعقيب يعني الإنسان يتظلم ما عنده جهة يتظلم لها بخارج السياقات اللي يقتضيها القانون الإداري معكس ما كان عليه في السابق يعني برسم لكم أنتم حجة السياقات اللي تختلف سياقات لا هي ما عندهش الحجة وفضلا على ذلك قيسعيد لم يتدخل لإسلاح القضاء ونمقي سعيد تدخل لبسط اليد على القضاء وذكروا القضاءات الشرفية اللي تم عزلهم واللي ما عندهمش مبررات حتى مبرر معناها للعزل وحتى مبرر تأديبي ذكروا أن عزلهم تم في سياقات رفضهم لتعليمات وجهت لهم من رئاسة الجمهورية ومن وزيرة العدل في قضايا ذات طبيعة سياسية سعيماد نعود نذكر مرة أخرى سعيماد الخميري يضيفنا ناطق الرسمي باسم حركة النهضة وعضو الهيئة السياسية لجابة الخلاص اليوم في وسط هذا الكل أزمة في القضاء أزمة على المستوى الاقتصادي أزمة سياسية خانقة اليوم نحب ونكروا لكونستال يعملوا ما تنتوس يسمع فينا اليوم يقول نسمع في زوز فمزوز خطابات متضاربة رئيس جمهورية اليوم ماشى في مشروعه المعارضة التونسية اليوم اللي فقد تفقيقا تفقيق علامة عشر سنوات والدليل انه رئيس الجمهوري اليوم يحظى بجزء مهم من الرأي العام. ماذا تقدم المعارضة؟ بخلاف أنه نعارض للمعارضة والعودة إلى دستور 2014 والاستردية هذه الكل. كيف يمكن المعارضة تونسي اليوم؟ كيف يمكن لحركة النهضة اليوم أنها تكسب ثقة المواطن؟ وماذا تقدم كبديل؟ شوف الوضع مش فقط أزمة. الوضع اعتجا إلى الانهيار. قيس سعيد نقل بلادنا من واقع الأزمة إلى واقع الانهيار. وشوف كل المؤشرات اليوم مؤشرات حمراء. وخلينا متعلة هذه المتاع العشرة السنوات السابقة التي سبقت 25 جوليا 21. لا لا إذا نخرج منها. لأنه اليوم السلطة القائمة سلطة المتغلبة نقول فاليوم القيس يحكم بالتغلب يحكم بالقوة. وما يحكمش في إطار مرجعي قانوني سقطت مشروعيته الشعبية لأنه كان يتحدث باسم الأمة وباسم الشارع التونسي الكل. وتبين أنه 75% من التونسي على الأقل مش معها في عملية الاستفتاءة وفي الوثيقة اللي عرضها. تبين أيضا أنه العملية اللي قام بها كانت خارج إطار القانون وخارج إطار الدستور فما مشكلة حقيقة. اليوم يحكم ويجمع كل السلطات قيس سعيد التنفيذية التشريعية القضائية وحتى تأسيسية. هي أصلية لمعقب لحكمها اليوم بعد أكثر من عام. يحق للتونسي اليوم باش يقولوا أنه راوى المؤشرات اللي قاعدة موجودة على الأرض لن تتحمل مسؤوليتها العشرية السابقة. سيبع لنا من الشماعة العشرية السابقة. اليوم عندك عام وأكثر من عام. وقيس سعيد عنده ثلاثة سنوات عنده عامين من حكمه في الرئاسة. وحكمه الرئاسة في 2019 إلى 2021 جابزوز حكومات. هو المسؤول الأول على تعيينهم حكومة الياس فخفاخ وحكومة جامل الشيشي حتى وأن دعمها البرمان. كان يجيك للعرض السياسي. اليوم خلينا نقوله اليوم فما واقع عمتها أزمة وواقع عمتها انهيار على كل المساعدة الاقتصادية والاجتماعية والمالية ومؤشرات الكل الحمرة. اليوم العرض السياسي تقولي أنت المعارضة فقط هي معارضة في الشارع ومعارضة معناها للاحتجاج. لا. المعارضة ما زالت تريد أن تخرج من هذا الوضع من خلال الدعوة إلى مؤتمر للحوار الوطني. يجمع كل الأطراف السياسية المناهضة للإنقلاب من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطني. ومن أجل العودة لأصل الشرعية إذا كان أنت سيادتك تقول. سعيمة إذا ما يفتحش الباب أمام تنازع الشرعيات وزوز حكومات في البلاد وزوز دستير وغير. لا لا لنتحثوا على حكومة إنقاذ وطني وليدة وليدة حوار وليدة مؤتمر للحوار ووليدة الاقتناع قناعة في داخل الصف الوطني أن هذا هو الخيار البديل اللي ممكن ينزع الفتيل فتيل الانقسام وينزع الفتيل الانيار ويكون فما عودة للشعب التونسي صاحب السيادة وصاحب الإرادة بش يعبر على إرادته الحرة. من خلال ما صار فيه نزاهة فيه شفافية وفيه هيئة عليا مستقلة للانتخابات حقيقة. والإرادة الشعبية وقت لتعبر الإرادة الشعبية عن نفسها كل الأطراف السياسية تلتزم بالأحجام اللي أعطاها للشعب التونسي. نفهم نفهم كلامك إنه مكونش معني بالانتخابات التشريعية من تعد يسامرة عشرية. هذا موضوع على كل فالنهضة سابق لي أوانوا الإجابة عليه. ما زلنا بش نشوفه القانون الانتخابي. والأقرب أن القانون الانتخابي بش يكون قانون إقصائي وبش يكون قانون ما فيهش إجماع في طبيعة الاقتراع. هل هو اقتراع القائمات؟ هل هو اقتراع الحزاب؟ هل هو اقتراع على الأفراد؟ وما فيهش تشريك كالعادة. ما نش متصورين أنه قيس سعيد بش يشرك الأحزاب السياسية وبش يشرك المجموعة الوطنية كعادته في سياغة هذا القانون. ولكن من السابق لي أوانوا الحديث عن الموقف من المحطة القادمة. حلت إشكالية الديمقراطية داخل حركة النهفة؟ التوجه العام إن شاء الله ماضن في داخلنا للحديث كما قلت لك على تقييم مواسع للفطرة السابقة. تقييم على كل المستويات للفطرة اللي عاشتها تونس من 11 الـ 21. وبطبيعة الحال للموضي إلى مؤتمر تتجدد فيه الشرعية متع المؤسسات ويتجدد فيه فكرة التشبيب متع الحركة وقياداتها ورموزها السياسية. والأقرب أن المؤتمر معناها بشيكون في القريب العليم. مش حل مشكلة الديمقراطية لأن الديمقراطية في النهضة موجودة وكي تقارنها ببقية المكونات المتعطيف السياسي. تلقى أن المسارات اللي عبرت فيها النهضة في مؤتمرها. هذا مشكلة قيادات تاريخية تعرفون لي. لا لا لا. سيسامير ديلوسي عبدالتلي في المكي يقولوا عكس. على كل اللوخيانة الآن مهمش في النهضة. قيادات تاريخية. اللي يعبر على النهضة هو رموزها وقياداتها الموجودة الآن. شكرا لك. سعيمد الخميري نعود أن تذكر. النات قراسمي باسم حركة النهضة وعضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص. ما زلنا وصل معكم في الإكسريس حتى الأربع الأخبار مع زميلة نواعم. خليكم معنا هنا رجعين.